السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبيب قلبي عاملين اي يا رب تكونوا بخير يا رب حبيب قلبي رسالة النهاردة ليكم الرسالة شفا في اي وقت بإذن الله هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله اللي منكم حبيب قلبي محتاج كراءة خاصة هتلاقوا لينك الأدمن وهتلاقوا رقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف رسالة اليوم حبيب قلبي واضح ان انتم من الأشخاص اللي ليكم مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى واضح كمان انتم من الأشخاص اللي بيتقوا الله في كل شيء وليكم بشرة في الدنيا وفي الآخرة يعني عندكم كده يسمى الفوز العظيم ما شاء الله شوفوا حبيب قلبي الرسالة هنا بتقولكم ايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوفا عليهم ولا هم يحزنون ما شاء الله عليكم متخافوش أبدا يا حبيب قلبي انتم في منكم واصل لدرجة الولاية يعني عند ربنا ليكم مكانة خاصة ممكن انتم كمان من أولياء الله الصالحين على الأرض يعني جنود الله على الأرض ويمكن أنتم من الأشخاص اللي بتشوفوا الأنبياء كتير في المنام أو بتشوفتهم مرة أو اتنين أو شوفتوا الكعبة أو بتشوفوا المساجد في رسالة جات زي دي قريبة قريبة جدا من الرسالة دي مش هفاكرة أنا سجلتها إمتى بس كان فيها نفس الرسالة تقريبا علشان كده بتلاقوني الفترة دي بقرر عليكم الرسائل في الكنوات الأخرى ليه؟ علشان أنتم بتبقى نفس الرسالة دي عايزة توصلكم فعلا تاني يعني اتقررت علي فأنا بلاقي فيديو فيه نفس الرسالة فبنزله أو بعيد تنزيله ليه لأنتم محتاجينه فعلا الرسالة دي بتقول أني في منكم ولي من أولياء الله الصالحين بتشوف أحلام بتبشر بيها بتشوف حاجات بتعرفك أنك واصل لمكانة عالية في الروح يعني أنت في عالم الأسير أصلا أنت متبدل أسيرك بأسير تاني بأسير أوعى بأسير عنده إدراك وفهم أكتر أنت متغير الأسير بتاعك لأسير ليه رسالة في الحياة هامة وأنت بتكملها على فكرة كل دا تطور روحي حبيب قال من فيش حاجة تخوفكم أبدا في الدنيا دي ما فيش حد يقدر يأذيكم أصلا يعني أنت من الأشخاص اللي أصلا لو حد فكر يأذيكم بيتأذي هو اللي بيتأذي عارفين كده لما حد يبصلك ويقولك أنت فيك شيء للا لما حد يبقى عايز يأذيكم فجأة واحدة هو يتأذي ولا يحصل له حدثة ولا يحصل له كرمة ولا يحصل له أي شيء ويقولي نفسه إيه هو الشخص دا متحسن ولا إيه كل ما جأذي أنا اللي يحصل لي حاجة كل ما جي مثلا أتكلم عني أو أجيب صرته ألاقي نفسي خطي نفس الطعنات في حياتي أنتم من الأشخاص اللي ما يتخافش عليكم ما تخافوش أصلا حبايب قلبي من أي مخلوق على الأرض أنتم من الزاكرين على فكرة من الأشخاص اللي بتذكر ربنا كتير وعلى فكرة ليكم دعوة مستجابة يعني كأنكم هنا سألتوا ربنا شيء بالدعوة مثلا الدعوة تأخرت عليكم شوية بس أنتم ذكرتوا ربنا كتير ويمكن نسيتوا الدعوة ولكن ربك بيعطي الزاكرين أكتر من السائلين يعني سبحان الله الشخص اللي بيذكر ربنا كتير بتلاقي دعوته كده بتمشي بكون فيكون كأنه بيدعي النهاردة الدعوة تتحقق في نفس الساعة نفس الثانية نفس التوقيت فهنا حبايب قلبي فيه اتصال كبير جدا بالمصدر في اتصال بالله في حاجة كده بتوصلك بالله كأنك موصول بأنك تقول للشيء كن ربنا يخليه يكون ليه بقى؟ لأن هنا دايما بقولكم كن ربانيا تقول للشيء كن ربك يخليه يكون بيجي لك دعوة مستجابة أنتم من الأشخاص اللي دعوتكم ممكن تتحقق في نفس الثانية في نفس اللحظة طيب أنا ما بيحصلش معايا كده يبقى أنت الدعوة دي هتدرك برضو لا خوفا عليكم ولا هم يحزنون حبايب قالبي الدعوة دي لو هتدرك وربنا عارف كده عارف لو هتدرك واحد في المية وربنا أعلم بالشيء ده مش هيجي مهالك فتعرف برضو ندي رحمة من ربنا ليك ربك بيعطي الزاكرين أكثر من السائلين من اللي بيقعدوا يسألوا ربنا الشيء وده مش معنى أنت تبطل دعاء لله لأ طبعا ما تبطلوش دعاء أبدا لله حبايب قالبي بس الدعاء يكون بأمل وتفاؤل وتبقى على يقين أن ربنا هيحقق لك الشيء ده مش أدعي ونظن بالله ظن سوء مثلا أن ربنا لأ مش هيحقق للشيء ده لا ما هو برضو ربنا قال أنا عندي ظن عبدي به ظنوا الخير حبايبي ظنوا الخير اتمنوا الشيء ولكن اتركوا الأمر لله يجي بقى وقت ما يجي أنا دعيت الدعوة وقلت يا رب وشغال على نفس الدعوة ولكن يا رب جيبه وقت ما تجيبه أنت عارف الصالح لي فين الخير لي فين فهتهولي وقت ما أنت رايد لأن ربك بيخلي لكل شيء وقت إلهي ربك لما خلق الكون ده خلق كل شيء بقدر حتى الدعاء هيوصل لك بقدر في الوقت الإلهي في المعاد الإلهي اللي رب العالمين محددوا لك وصلوا المرحلة اليقين حبيب قلبي بذكر الله الرسالة بتقول لك ألا إن أولياء الله لا خوفا عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون خليكم دايما من المتقيين هتلاقي لكم البشرة في الدنيا وفي الآخرة والله سبحان الله الآية اللي بعدها بتقول لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله حبيبي لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الرسالة بتوصل لي رسالة روحية حتى ساعات بكتب الآية وساعات بتلغبط في قرائتها أساسا يعني لأنه يكون كتباها بسرعة فما بكونش واخد بالي من كلمات الآية ساعات ممكن أقول لكم كملوها أنتو أعملوها أنتو لإني جايا لي كقطعة من الآية حتة من الآية ولكن الآيات اللي وصلاني تمعوا ليها كويس أوي حبيب قلبي وكونوا من المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي إنسان بيتطقي ربنا ربنا بيفتح عليه أبواب السماء بالرزق الوفير أيا كان الرزق الزوجة الطيبة المطيعة الزوجة اللي تصونك هي رزق الأولاد هي رزق المال هو رزق كل حاجة الصحة النظر كل حاجة في حياتك هي رزق من ربنا هي نعمة من الله سبحانه وتعالى فأي إنسان بيتطقي الله في حياته بيرزقه من حيث لا يحتسب وكمان لكم رسالة بتقول لهم البشرة في الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم حبيب قلبي أنتوا دخلين على شيء كبير بإذن الله ما تحاولش إنك تحزن أو تزعل دايما خليك دايما خليك مع ربنا ربك هو السميع العليم سامع وحاسس بيك وشايف أنت بتمر بإيه ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ربنا ليه ما في السماوات وما في الأرض بييده يعزك وبييده يزلك لكن لما تكون قريب من ربنا ربنا هيحبك ومن أحبه الله بيكون يده اللي بيبطش بيها بيكون عينه اللي بيبصر بيها بيكون أذنه اللي بيسمع بيها حبيب قلبي كل ما ربنا يحبك ما فيش حاجة تقدر تأذيك أبدا أكتر من إن ربنا يحب إنسان يحب عبده مين أنت علشان ربنا بيحبك أكيد إنسان جواك نقي جواك أبيض جواك ما بتشيلش دارين الحد وعلى فكرة الأشخاص دي هيكونوا من الأشخاص اللي ما بيبنش عليهم سن يعني مهما تكبر كده فات عشر سنين فات عشرين سنة تلاقي نفسك وشك لسة طفولي وشك مبتسم وشك فعلا في نور من ربنا واضح إنكم أنتم من الأشخاص اللي ربنا بيحبهم وإذا ربنا حبك نادى في الملائكة وجعلهم يحبوك وإذا أحبوك الملائكة نادوا في أهل الأرض جميعا وخلوهم يحبوك يعني من الآخر جنود السماء والأرض بيحبوك لأنك أنت ربنا بيحبك فظن بالله ظن الخير هيجعل بينك وبين الرز رمشة عين أيا كان الرز أو أيا كان الدعاء اللي أنت بتتمنى مجرد ما عينك تطرف هتلاقي الرز حب ربنا زي ما ربنا بيحبك ربنا قال في الحديث القدسي يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محب في أكتر من كده خليكم قريبين من ربنا حبايب قلبي لإن ربنا بيحبكم صلوا وتقطعوش في صلاتكم صوموا النوافل اعملوا الأوراد لله محبة في الله حبايب قلبي تفتح لكم الأبواب المغلق أنا خلصت الرسالة حبايب قلبي يا ربكم فتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته